بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلة أنا دكتورة سوسا ناجد تميمي وهذه قناتي إذا لم تكن أو تكوني مشتركة أرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد في هذا الفيديو أريد أن أحدثكم عن أهمية هرمون النمو كثير من الأشخاص يجهلون أهمية هرمون النمو ويتوقعون أن هرمون النمو مهم قبل انتهاء عملية النمو أي مهم فقط للطول لزيادة الطول لكن هرمون النمو مهم جدا ويجب وجود يعني يتوقع الكثيرون أنه لازم هرمون النمو يكون موجود في تلك المرحلة مرحلة النمو فقط ويجهلون دور هرمون النمو المهم جدا سواء في مرحلة النمو أو في مرحلة توقف النمو مهم جدا في عملية التركيز والنشاط فالناس الذين لديهم نقص في هرمون النمو يكون تركيزهم ضعيف ويكون كذلك نشاطهم دائما يعانون من التعب الدائم مهم جدا لكثافة العظم فنقصان هرمون النمو سيؤدي إلى ماذا؟ إلى هشاشة العظام مهم لرطوبة الجلد فنقصان هرمون النمو ممكن يؤدي إلى ماذا؟ إلى جفاف الجلد مهم لتقوية العضلات وتحمل التمارين الرياضية لأنه مهم في عملية البناء في عملية أيض البروتين مهم في عملية أيض الدهون مهم في عملية أيض السكر يعني يدخل في عملية الأيض مهم جدا هرمون النمو كذلك مهم في وظيفة القلب أمراض القلب والشرائين متعلقة بماذا؟ بنقصان هرمون النمو الناس الذين لديهم هرمون النمو ناقص هنا يكون هناك مشاكل في وظيفة القلب وكذلك مشاكل ممكن مثل تصلب الشرائين لأنه نقصان هرمون النمو سيؤدي إلى ماذا؟ إلى سمك المنطقة الداخلية للشرائين ما تسمى بماذا؟ الانتماميديا للأوعية الدموية فهرمون النمو مهم جدا 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 مهم كذلك يعني مثلا الناس الذين يكون لديهم هرمون النمو يعني نازل يكون الدهن الغير حميد الLDL مرتفع عندهم يكون مرتفع لأنه مهم في عملية اللايبوليسيز وبالتالي فإن هرمون النمو مهم جدا سواء في مرحلة النمو وبعد مرحلات النمو وفي فيديو آخر إن شاء الله في فيديو لاحق سأحدثكم كيف نزيد هرمون النمو هرمون النمو مهم جدا في تقليل حدوث الشيخوخة يعني الناس الذين لديهم هرمون النمو ناقص هنا يكون هذا الشخص عمره مثلا أربعين سنة والشخص الآخر أربعين سنة ذلك الشخص الذي لديه يعني مستوى ممتاز من هرمون النمو يكون شاب بينما الشخص الآخر يكون ماذا يكون يعني بدأت عليه علامات الشيخوخة وهناك في أنت أحيان تتسأل تقول لماذا فلان لم يصب يعني لم يظهر عليه علامات الشيخوخة بينما أنا أبدو يعني أكبر منه بسنين يعني هو بسنين يعني هذا الشخص قد يكون أصغر منك ولكنه يبدو أكبر منك بـ 11 سنة ما السبب؟ هرمون النمو مهم جدا في التقليل من حدوث ماذا من يعني حدوث عملية الشيخوخة للخلايا تمام؟ وبالتالي يعني أنت جسمك كلهم كون ماذا من الخلايا بالتالي نسبة هرمون النمو عندما تكون يعني نسبة ممتازة هنا ستقل يعني عملية ماذا؟ عملية الشيخوخة في الأخير أتمنى أن يكون الفيديو قد نال عجابكم إذا أعجبكم من جديد لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وفي أمان الله